شدد الناطق باسم خلية الأزمة ضد كورونا في صلاح دين جمال عقاب على أن الخلية برئاسة المحافظة الدكتور المهندس عمار جبر خليل درست أبعاد قرار تمديد حضر التجوال واتخذت الإجراءات المناسبة للتوفير المستلزمات الحياة اليومية للمواطنين بما لا يخلق أي أزمة بالمحافظة رسالة السيد المحافظ هي رسالة واضحة تطمينية كما ذكرت توجد خلية أزمة حقيقة تعمل ليل ونهار ولا توجد أي شحة في المواد لا بالمواد الغذائية ولا بالخضر والفواكه ولا بالخدمات الكهرباء والمي والحقيقة والغاز كلها متوفرة لكن توجد آلية لدخول هذه المواد والمخابس كذلك والصيدليات الأهم في هذا الموضوع هو احتراز المواطن وحقيقة ملازمة الدار خلال هذه الفترة الآن حسب ما ذكرت التقارير الصحية وخلية الأزمة في بغداد الأسبوعين القادمين سوف تكون خطورة في انتشار هذا الوباء إذن علينا أن نحترز من هذا الوباء وهذا الوباء كما يعرف الجميع لانتقال ويكون عبر الاتصال وعبر الملامسة وعبر التنفس وهذه حقيقة مشكلة أريد نحافظ على محافظتنا أريد مواطننا يعاوننا أبداً ما راح تكون أزمة بكل شيء راح تكون الأمور طبيعية راح تكون الحياة جداً طبيعية ما يفكر بأن المواطن غير موجود توجد لدينا حكومة وخلية أزمة تعمل بشكل رائع جداً وحقيقة نحن مرتبطين في بغداد ما يخص التعليمات التي تصدر والإجراءات المتصاعدة في خلية الأزمة في بغداد نحن نعمل معهم ونأخذ التعليمات وعدد الإصابات كان 506 رقم كبير في العراق ذروة الاتشار هذا الوباء وخلال هذه الأسبوعين نعيد ونكرر لأهلنا في صلاح الدين أطمئنوا وارتاحوا لديكم حكومة تعمل ليل ونهار من أجل توفير الخدمات بكل ما أنتم تفكرون لا توجد أبداً أزمة لأي شيء والأمور جداً طبيعية لكن الأهم من كل شيء هو الاحتراز والوقاية وعدم الخروج إلى الشارع خلال هذه الفترة وإن شاء الله صلاح الدين والعراق سوف يتعافى بعد هالأسبوعين إن شاء الله وتعود الحياة الطبيعية وتعود المدارس وتعود الكليات وتعود الابتسامة إلى أهلنا نحن شعب عربي شعب مسلم نؤمن بالقدر علينا أن نتج إلى الله سبحانه وتعالى الدعاء تحية إلى القوات الأمنية الموجودة حقيقة التي تعمل منذ أسبوعين تحية للوحدات الإدارية وتحية لكل من يعمل من أجل هذا البلد